جزاكم الله خير واحسن عليكم أبو المفعب يقول الشباب دائما في حاجة إلى التوجيه والإرصاد فماذا تقولون لهم في هذه المناسبة جزاكم الله خير شخصانه ليست كأن الشباب بحاجة إلى التوجيه وبحاجة إلى التربية الصحيحة وتربية السليمة لأنهم في عنفوان العمر وعقولهم قاصرة ما داموا في سن الصغر فنجد على منات أمورهم توجيههم وشابهم المحافظة عليهم فهم بحاجة دائما وأبدا من رعاية وإلى رقابة وإلى توجيه سليم وإلى محافظة عليهم من قيارات الفاسدة خصوصا في هذا الزمال أن لن كثرت فيه الشر وكثرت فيه المغريات كثرت فيه الدعايات المغللة والأفكارها الدامة كثرت فيه دعاة السوء الواجب على ولاة أمور الشباب سواء كانوا ولاة الأمور الولاية العامة أو ولاة أمورهم الولاية الخاصة عليهم أن يعتمد الشباب وأن يبعدوا عنهم أسباب الشر وأن ينشئوهم على الخير أنهم أمل الأمة وهم الذين منبع عليهم مستقبل الأمة في إذن الله عز وجل فالأمة بشبابها فإذا فسد شباب الأمة انهار بنيانها وفقدت مقوناتها فأمر الشباب أمر مهم جدا ولم ينبغي إشغاء وقت الشباب بالملهيات والتوافع التي لا يستفيدون منها لا في دينهم ولا في دنياهم لنبغي إشغالهم بالمرفيهات وبالألعاب وبالأشياء التي لا تريد عليهم بنفع لا في حاضرهم ولا في مستقبلهم ولا تنشئ فيهم الأخلاق الفاضلة ولا تكسبهم معلومات مفيدة لهم ولمجتمعهم الواجب العناية بشأن الشباب معلمات مفيدة لهم يمكنك خزيارهم من المقبل حيث لو مستقبلهم وأشياء شباب الأخلاق الفاضلة حيث يمكن حلو phosphorus